السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ثم بعد ذلك يعق عنه العقيقة ضرورية ومؤكدة هي للاستحباب لأن الاحكام الشرعية منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب العقيقة هي مستحبة لكن استحباب قوي استحباب للسنية ليس للوجوب والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قلنا للذكر شاتاني وللأنت شات واحدة من لك يكون المولد الذكر كان نبحوله جوجد الحوالة وإذا كان أنت كان نبحوله حول واحد طبعا هذا ليس تمييز بين الذكر والأنت وإنما هو من باب ربنا يشرعا فالأنت ما زالك تسال واحد ضحية أخرى هي أنها لما تكبر تيمن أنها قد تكبر بسرعة وغد تزوج والخاطب ديالها سوف يأتي بشات فالخاطب اللي كي بغي يخطب وكي بغي يتزوج قال لي التمس ولو خاتم من حديد وأولم ولو بشات هي الضروبة كي جيب العريس فيما بعد ولهذا دك المولود اللي عنده شاتان هو لا يخلص فيما بعد هذا الشات هي إذا كان توأم أحداثا توأم لكان توأم دكارين يعني كبشين كبشين كما فعل النبي الكريم مع سيدنا الحسن والحسين عليهما السلام ضحى بكبشين كبشين لكل دكار كبشين كبشين إذا كانت توأم أنت كانت تكون كبش لكل واحدة وطبعا الأضحية أو العقيقة عند أحكام الأضحية يعني كيكون إما بالماعز أو الضأن اللي هو الكبش أو البقار أو الإبل البقار يخص يكون عنده سنتين والإبل استوفى خمس سنوات والشات استوفت سنة واحدة وخصت تكون سليمة من العيوب يعني لا يجوز العوراء البين عورها ولا العرجاء البين عراجها ولا الهزيلة التي عجفا لا لا ينبغي أن تكون واحدة العقيقة بحل الأضحية تكون سليمة من العيوب وتكون جميلة وتعق على هذا المولود يوم سابعه سبوع دياله إذا تعذر يوم السابع فيكون يوم الرابع عشر فإن تعذر يوم الرابع عشر فليكن يوم الواحد والعشر فإن تعذر في أي وقت أو حين وهذه الدبحة هي من السنة أن الجزار لغادي دبحام خصيك متوضي نلتمس فيه الخير ويسمي الله تعالى بسم الله تبارك الله لما إن صلاتي ونسكي ومحيي ومات الله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وينحارها وحينما يقوم بتقطعها من السنة اللا يكسر عظمها يكون جزار فنان كيتبع المفاصل ديالها دون تكسير العظم وهذا العقيقة فيها شكر لله تعالى ربنا أعطاك مولود هو عبارة عن لحم وشحم وعظم وأعصاب وانتكى تفديه كأنه فدية تفديه بإراقة الدم وهذه العقيقة فيها معاني كثيرة الإنسان لما يقيمها له أن يأكل منها له أن يهدي منها له أن يصدق منها ومن السنة أن يجمع الأهل والأحباب للطعام كي كنت كاف الاجتماعي يدعى إليه العائلة والأحباب والأصدقاء والجيران ويتصدق من على الفقراء والمساكين فالحقيقة هي نوع من التكافر الاجتماعي صناعة الطعام هو كل خير في الإسلام عندنا مناسبات كثيرة دائما الإسلام يشجع على المناسبات لفالإطعام يتجمع الناس للإطعام في أي مناسبة طيبة كل خير ثم بعد ذلك نقوم بحلق شعره في اليوم السابع اليوم السابع نحلق له شعره وحلق الشعر هو أيضا فيه بركة لأنه في تيمنا أن الله تعالى يعيد له حياة جديدة لما الشعر في رأسه ذلك الشعر ذي البطن الشعر ذي الكرش لابد أن يزول وكأن الأرض لما يقوم الفلاح بإعادة تقليب التربة ويحرطها إنما يريد أن يعيد المواد الكيموية لاستعرض التربة إلى أشعة الشمس ويقع النبات ويقع الكلأ هكذا الشعر نقوم بحلق شعره ومن السنة أن الحلق يكون بالتسمية بسم الله الله أكبر وكيبدأ الأمر من اليمين بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر ويجمع ذلك الشعر ويعبر عند صاحب الدهب ويخرج مالا تقريباً غالي يكون واحد ميتين درهم تقريباً لمقدرش يقوم بها الإجراء بشعر ملدها ويعبره يعني كيقدر في حدود مئة وخمسين إلى ميتين درهم يتصدق بها على الفقراء وعلى المساكين إذا جاء المولود أول شيء نقوم به هو أن نشكر ربنا عز وجل نكتر من الشكر نكتر من الحمد نكتر من الابتغال للعطاء الإلهي ثم نبدأ نستقبل المولود فنؤذن له في الأذن اليمنى ونقيم له الصلاة في الأذن اليسرى هذا من السنة لماذا الآذان في الأذن اليمنى وإقامة الصلاة في الأذن اليسرى حتى يطبع ويجبل ويفطر على الإيمان واليقين أول من يدخل إلى دهنه الدهن لازال خاليا والعقل الباطن لازال فارغا فأول ما يسجل في هذا الجسد في عقله وفكره وباطنه هي شعار الإسلام الله أكبر الله أكبر تكبير وتعزيز لمقام الألوهية الكبرياء لله العظمة لله وحده لا شريك له ثم لما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذا الشعار الدين يعني منهجنا هو اتباع الله تعالى على سنة نبيه ثم بقية الكلام المشهور في الآذان والإقامة وهذا الأمر هو يحمي المولود من مكائد الشيطان لأن المولود يصاب بمس الكبار عندهم ما يسمى بالمس العشق أو المس الذي يؤتي الوساوس الناس مرضى بالوساوس والأطفال الصغار عندهم ما يسمى بأم الصبيان قد لقى بعض الأطفال الصغار يبدأون بالصراخ وبالعويل بالليل والنهار في كل وقت وحين فحينما نؤدي لهم في الأذن اليمنى ونقيم لهم الصلاة في الأذن اليسرى فإنه يحمى من أم الصبيان أم الصبيان هي روح خبيثة كتخز الأطفال وكتشعرون بالألم ثم نقرأ عليه ما تيسر من كلام الله تعالى كله نور وبركة بعد ذلك نحنك له فمه بثمرات هذا من السنة نأخذ قطعة من التمر ثم نضعه في أيدينا ونحنك نستاكله في فمه يمينا وشمالا لماذا؟ قيل لأن هذا الثمر فيه واحد المادة للغليكوز وهي سكرية طبيعية والمولود يحتاجه إلى ذلك خصوصاً وأنه يجرح في القصبة الهوائية دياله لما يستنشق الهواء أول مرة لأنه كان في بطن أمه محمياً لا يشعر بتعب ولا بمشقة وعنده كمية الهواء المناسبة الآن خرج إلى الهواء الطبيعي فقد يجرح في قصبته الهوائية لما نستعمل له هذا التمر نحنك له فمه بثمرات هذا المادة للسكرية الطبيعية كتخليه يشعر بالأرياحية ولا يشعر بالألم ثم هذا التمر يجعلك لا محلو يعني فيما بعد يجعله حلو لذا التمر مزيد تأكل المرأة عند الحمل وعند الوضع وأيضاً نحنك للمولود فمه بثمرات وفي القرآن العظيم يقول ربنا عز وجل للسيدة مريم العذراء وهزي إليك في جدعي نخلي تساقط عليك رطباً جانية فاكولي واشربي وقرعينا فالتمر يعطي واحد الانطباع على أن كلامه حلو صورته حلو مقامه حلو بإذن الله تعالى السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة